اشتركوا في القناة من هما حاجة بترفع مناعة الاطفال حاجة مهم او اللي هي التغذية السليمة التغذية السليمة اللي هي كل الاطفال للأسف عندنا ومش مهتمين بها اللي هم عايشين على الجنك فود والمعلبات والكياس والكلام ده كل ده بيقلل المناعة التغذية السليمة اننا اكل اكل الفريش يعني الخضار والفاكهة العصائر الطبيعية امنع خالص امنع خالص الحاجات اللي بنشتريها من برة دي بتقلل المناعة هقلل السكريات هقلل الاملاح السكر بتاعي يبقى من الفاكهة بس دي حاجة مهمة اوه تاني حاجة بترفع مناعة الطفل اللي هو عدم الكسل يعني التدريبات الرياضية يعني ما عدش قدام الانلاين بالساعات زي ما الاطفال بتعمل بقى زيد وزني بقى قلل حركة الميتابوليزم بتاعتي اذا الرياضة مهمة اوه حتى لو نص ساعة في اليوم الطفل يمارس اي رياضة يحرك جسمه بس دي حاجة مهمة اوه تالت حاجة مهمة اوه الادوية ان انا ما عدش اخد ادوية عمالة على بطال طبعا انتوا عارفين الانتيبيوتكس بتقلل المناعة الناس عندنا بتروح لك زخانة بتطلب انتيبيوتك والصيدالي بيديها من غير سبب انا كام وعيا ابني سخن او عنده اعراض اتسنى عليه 48 ساعة بينا اروح للدكتور بتاعي ما اديش انتيبيوتك من دماغي انتيبيوتك من دماغي ده انا بقالل منعته وبيعرضه لحاجات اخطر يعني لو فيروس وانا اديته انتيبيوتك انا بضره ضررا كبيرا يعني الفيتامينات مهم اوي طبعا الدكتور بتاعك حيوصف الفيتامينات بنحب الفيتامين اوي اللي هو فيتامين سي في اليومين دو الفيتامين دي كل ما يرفع المناعة من الفيتامينات في عامل مهم اوي كلنا بننساء اللي هو عامل النفسي بتاع الطفل الطفل اي طفل معرض لضغوط نفسية بيقل منعته بننسى القصة دي خالص يعني ايه ايه اسباب ضغوط النفسي عالطفل يعني ليه طفل يبقى مضغوط نفسيه اول حاجة التفكك الاسري يعني الاب والامه في وادي وهو في وادي فيش حد يبينصحهم فيش حد يبقى هو شايف خناقات على طول كل ده بيأثر فيه تماما مقارنة الطفل بالاخرين اللي هو شايف اخوك شايف ابن عمك شايف جيرانك شايف بعمله ايه ومعمله شو انت بتعملش ايه اه ده بيخليه مضغوط نفسيا وبيقلل منعته الكلام النيجاتف اللي بنقعد نقوله للطفل انت مش فاهم انت كذا انت كذا ده بدل ما شجعه انت هايل لو عملت حاجة كويسة حساعدك حديلك حاجة كويسة لعبك لعبة كويسة اشجعه ده بيرفع من معنوياته بيقلل المناعة وبيخليه طفل سعيد برضو العلاقات اللي هو الطفل اللي هو دايما باشغط فيه وبقلل من امكانياته يعني مع اخوه دايما اخوك عمل كذا اخوك كذا كل ده بيقلل مناعة الطفل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر